السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب الأعزاء من الصف الثامن اليوم رجعناكم بمنهاج الـ Action Pack Students Book كتاب الطالب في Unit 3 بعنوان بطل حقيقي The True Hero Before you start قبل أن نبدأ Look at the family photo Why do you think the boy is wearing a police helmet Why do you think the photo of the family is put in a newspaper article إذن ليه بالصورة مثل ما أنتم شايفين Why the boy is wearing a helmet ليش الولد لابس خوذة وليه هاي الصورة أصلاً موجودة بـ Newspaper article يعني في جريدة رسمية طبعاً إذن This type of text Type of text شنوع النص عندي اللي هو Newspaper article It's a Newspaper article One Read the article هنقرأ هاي الارتكل مع بعض بعدين Are these sentences true or false T true F false Explain why طبعاً منشوف من A إلى D هاي حتكون الhomework الكل اليوم إما بس تحطوا true أو false طبعاً إذا false صحيحوا لي ياها يا تامن Let's start explaining the text together Seven year old saves family from attackers إذن طفل بعمر السبع أعوام يقوم بإنقاذ عائلة من المهاجمين Broadbent Sussex March 10 A seven year old boy أهله أغلق على نفسه الباب مع أخته الصغيرة ومن ثم أتصل في الشرطة طبعاً لدينا بداية March is a month عبارة عن شهر آذار شهر ثلاثة Charles Robbins تعتبر proper nouns أي اسم علام Old is an adjective بمعنى عمر Boy is a noun تعتبر noun يعني اسم عنا كلمة stopped simple past عنا some robbers robbers جمع الصارقين اللي هي plural noun عنا هنا past continue واص رح نحكي عنها بهاي الوحدة تامن اللي هي عبارة عن وجود رح تشوفوا ال while will win وراها ورا ال while مباشر رح يكون was aware والverb ing عنا where threatening هون يهدد وكي وجزء ثاني من جملة رح نشوف انه رح يكون تصريف ثاني عنا الفعل لقد أغلقها طبعاً إنه parents parents تعتبر plural noun أي اسم جمع أما بنسبة لهز فهي راجعة ل robins أوكي طبعاً himself برضو تعتبر reflexive pronoun أي ضمير انعكاسي يعود على من يعود على هذا الولد إذن عنا إذن عنا راح نشوف إنها إذا حكينا بتعود على seven years old boys صحيحة أو إذا حكينا بتعود على Charles Robbins أيضاً هي صحيحة let's complete reading together and explaining يا تامن you can hear the conversation in a copy of police tape the boy talked about his frightening experience to news reporters this afternoon إذن you راجع على مين راجع للreader للقراء اللي عم بيقرؤوا الآن أوكي كانت تعتبر من المدل verb بيجي ورها إيش مباشرة verb infinitive أو verb best form that is an article conversation محادثة وهي noun اسم a copy معناها نسخة أوكي إذن نسخة من police tape يعني من الشريط الموجود عند من عند الشرطة the boy الولد talked about his his راجع مين راجع هنا على the boy أوكي عندنا كلمة experience بمعنى خبرة frightening experience يعني خبرة مخيفة حصل على خبرة مخيفة أوكي frightening تعتبر adjective وهي تصف هنا كلمة experience لأنها انتهت بing فهي تصف عندنا كلمة experience خبرة أوكي إذن انتهت ب-ed فهي تصف الأشخاص طيب reportage هي عبارة عن plural noun اسم جمع وهي بمعنى الصحفيين لحن نحكي شوي عن قصتهم الآن while he and his little sister were playing in the garden the boy realized something unusual was going on إذن بينما هو وأخته كانوا بلعبوا بالحديقة تحت المنزل أدرك الولد إنه فيه إشي خاطئ هناك أمر خاطئ طبعا عندنا why زي ما حكينا عبارة عن past continuous عبارة عن ماضي مستمر why الحكينا بيجي وراها was or where والفعل لازم يكون ing الجزء الثاني لازم يكون عندي simple part جاي عندي هون realize أدرك أكي عندنا كلمات unusual un من الفيكس يعني من البادئات اللي بضيفها على root word بضيفها على جذر الكلمة وبتغير لي المعنى من كلمة usual عادي أو طبيعي إلى مان ها كان في الطريق